ورجعنا لكم من جديد على كوين فري عشان انت زبون برو في كوين فري لازم تعرفي الجديد والحصري وقت نزوله فتحت طبعا اول مسابقة لربح صور ال اي اف تي قيمة الصورة مية وخمسين دولار يعني هياخد منك عشرة دولار اكباري يا زميلي بهزر معاك طبعا النهاردة لسه فتح المسابقة وقيمتها بتكون مية وخمسين او مية وسبعين دولار عشان تشارك في المسابقة لازم يبقى عندك ديسكورد بقالي طبعا اسبوعين في قناة الايردروبة بقولك لازم يكون عندك د عشان ما فيش اي مشكلة هتنزله دلوقتي وهتشارك لسه فيه وقت انت زبون برو عشان كدر بتاخد له حاجة في وقتها كل القصة انك انت تعال اشرح لك عشان ما فيش وقت يا زميلي اعمل لايك بتاعك وتعال اشرح لك طيب مبدأيا لو انت اول مرة تشوف الفيديو وعايز تعدن عملو تسلانا هترجع طبعا للفيديو ده وهتلاقي طبعا تلات فيديوهات تاني ازاي تعدن عملو تسلانا النهاردة بيهشرح لك ازاي تكسب صور من داخل عملو تسلانا لان ما فيش و بص ازميل كل القصة محتاج انك انت تنزل هسيبوا لك طبعا في لو انت مش عارف تكتبه وهسيب لك اسمه بتنزله ده عامل زي وطبعا اسم القناة بتاعتهم موجودة تلقائيا في هتلاقيها طبعا في الموقع لو انت بس انا روحت كده على الموقع بتاعهم يعني لو روحنا كده احنا مسلا على الموقع زي ما حدك شايف هنا هتيجى على التلات الشرط وهتلاقي حاجة اسمها هنا عندهم تلقائي فانت لو دخلت من هنا تلقائي هو بيحولك على الصفحة بتاعتهم فانت بتعمل وتعمل وب وبتلاقي حاجات كتيرة جدا. من اهم التلات حاجات ده صاحبي فيه مسابقة لسه نزلة جديد. طيب عشان المسابقة لسه نزلة جديد هتعرفها ازاي? هتيجي هنا على حاجة اسمها مينوس اهي زي ما انت شايف. ولد ماسك القامرة عنده وماسك مينوس. هتخش عليها كده. طيب كل المطلوب منك ان انت تنزل الفايل. الفايل ده طبعا انا جايبهو لك ومنزلهو لك وجايبهو لك يعني مجهزهو لك. ولكن طبعا لو انت عايز تنزلهو من عندهم ما فيش اي مشكلة هترجع على بتاعهم وهتقرأ كل حاجة وتنزلهو. ولكن طبعا عشان انت عندنا في كوين في ريبيا هجيب لك كل حاجة من الاخر. المهم ما هتخش هنا هتعمل وهتيجي طبعا على مينوسو بالشكل ده. كل الفكرة يا صاحب انك انت تنزل صورة زي ما الناس منزله الصورة دي. الصورة دي طبعا بتقدر انك انت تنزلها مش مش ملكك. ولكن انت هتبعث ليهم. على حسب المتسابقين هيعملوا تصويت. الفائزين يعني هو مسلا انا فوزت بالصورة دي اللي هي مسكة وردة. يبقى هم هياخدوا مني الصورة دي. وهيسحبوا مني الصورة العادية وهيدوني الصورة الموضوع ماشي ازاي? طيب الموضوع دلوقتي تعملوا ازاي? كل الكسة سهلة جدا. انك انت تنزل اول حاجة هسيبك الفائل طبعا عندنا في قناة فتلاقيه موجود مسبت تنزله انت عندك او تاخده مباشرة من اي مكان سهل جدا. طبعا الفائل بيكون بالشكل ده تفتحه عندك بالشكل ده عشان تاخد اي صورة عندك. طبعا الصورة ديت يا جماعة بتكون او ممكن لو انت مش عايز تنزل الفائل ما فيش اي مشكلة بتاخد الصورة من عندك تخش مسلا كده تروح عامل لها ان تنزل ولكن طبعا كل الناس بتبقى عاملة على الصورة بتاعتها او كاتبة اسمها فالمهم يعني. عشان تاخد الفائل بتاعك تفتحه طبعا في اي مكان تخش مسلا على موزق هنا عايز افتح الفائل بتاعي فانا بعمله بفتح. طبعا انت هتنزل الفائل ده بتلقوها هيتفتح عندك في التليفون دي يقدر تفتحه في اي مكان. هيتفتح بالشكل ده. تمام ما تخش عليه من عندنا هنا تلاقي الصور كلها بالشكل ده يا صاحبي زي ما انت شايف. طبعا عشان تنزل الصورة هتاخد اي صورة تعجبك. مسلا الصورة دي اللي عجبتني يا عم احمد. خلاص اوكي اروح عامل لها كده اه اعصصها او اخيض لاس كرين اوصها من هنا كده وروح اعصصها من هنا كده. مش لازم بقى ايه ان انا احط عليها كحاجات كتير. لو انت عايز تكتب عليها اسمك اوكي مفيش مشكلة. تروح كاكاتل مسلا كوين فري. وتروح عامله كده. لو انت بقى عايز تغيره بالالوان وحاجاتك يعني مش مشكلة بقى انت كده عارف المم ان ايه يبقى صورتك ديت. هم تلقوها هيتحاسبوا معك باللوزر ولكن الكلام ده الناس بتعملو. يلا نعمل زي هم. ولكن هم بيتحاسبوا باللوزر. اوكي انت اللي وقت عملت الصورة تخش تاني على ديسكورد يا صاحب. كل الفكرة انك تكتب الكلمة دي لو انت مش عايز تكتبها اهو زي ما انت شايف كل صورة في الواحد الكتابة اللي هو اوزر ماركس اللي هو الادمن نفسها تروح عامل اوه حاجة تختار صورة من عندك كده يبقى انا عملت الصورة ديت كده بالشكل ده وهاخد الاسم اللي انا عملته وعملت كده ليك خمس مشاركات وكل مشاركة لازم كل مشاركة تبقى عندها زي ما دي اه يعني زي ما انت حضرك شايف انا ابعت الصورة ما اقدرش بعد دلوقتي غير بعد تلاتين دي افا انت ليك خمس مشاركات طبعا الفائزين هيتعلنوا مباشرة على القناة عندهم بعد اربع وعشرين ساعة لو انت طبعا مش عارف ازاي المسارقة كسبتها او هرجع لك منين هترجع طبعا عندنا في قناة الجرامة هنقول لك الفائزين وهنقول لك كل حاجة ولكن طبعا هنا بيبقى كل حاجة زي ما انت شايف هيتعلن الفائزين هنا ودي المسابقة لو انت عايز تقراها وده الفائل لو انت عايز تنزلو من عندهم وكل حاجة موجودة طبعا انا كنت جاي اشرح لك يا صاحبي المسابقة عشان ما فيش وقت لازم تشارك فيها وحظ صعيد للجميع دي السور طبعا اللي انت هتاخدها ومبروك علينا كلنا طبعا الموقع مربح جدا والموقع بصراحة هيبقى فيه شغل كتير جدا في حناك كده هنجتمل بيه هنعمله سلسلة في المستقبل ما تستشبه هتعمل لايك علي يا زميلي وان ماشي عليك في الجديد والحصري على وين ثري